انا اسمي عبدالباري يوسف عثمان ابن سوريا انا خلقت فعلا بقرية كردية اسم كردي اسمه قوتكي تعني معنى باللغة العربية بمعنى الجلطة لانه كان فيها عشبة بكل الحيوانات حيشاكم يسير معاون الجلطة هاي الاسم ما زال هي مكتوبة على جواز سفري اسمها قوتكي الشرقية لكن بنهاية التصعينات اعتقد النظام غير اسماء البلدات والقرى الكردية بالكامل مو بالكامل اللي اسمه كردي اكتر فغيرت اسم القرية من قوتكي الى القوة حاليا اسمها القوة بسجلات رسمية للنظام قامشلي هي مدينة حديثة البناء الفرنسيين اثناء انتداب الفرنسي على سوريا خططوا المدينة بمخطط فرنسي وسط المدينة الحاليا فمخططوا مخطط سليم وجميل نحن كان الاستاذ بالنسبة لنا كان شي مقدس نخاف منه اكتر حتى من ابونا لانه كان في ضرب كما بنفس الوقت كان في ضرب الاستاذ بيضرب انا بتذكر يعني احد الاصدقاء لا الي يعني انا ما يعني انا ما انضربت على اصابيع من وراه بس بالمصدرة على اف المصدرة هيك حديت المصدرة كان يضربوا تلاميذ بوقتها خاص انصف تاني وثالث اذا كانوا مكان جايبين وظيفة او عاملين شي كان ممنوع التحدث باللغة الكردية ممنوع التحدث باللغة الكردية يعني في عندي اشكاليات كتير كبيرة بالمدرسة اللي صارت نتيجة يعني تكلمنا باللغة الكردية بالمدرسة فكان دائما تطلع عنا امور ادارية بيكتبوه ممنوع التحدث الا باللغة العربية وهي كانت الكناية الاساسية انه ممنوع التكلم باللغة الكردية الفساد المنتشر بسوريا يعني كان بشكل كتير كبير كلهم كانوا حرامية كانوا يعتبروا منطقة الجزيرة أو رقامشتي منطقة الحدودية كأن بنك اللي يجوا يخدموا فيها خدمتهم العسكرية أو وظيفتهم تكون هنا كل شي رشاوي يعني كانت هي دائرة الوظيفية اللي كانت بسوريا بمحافظتنا كل المدراء مثلا حقل النفط كلهم من الساحل أغلبية المناصب الحساسية كلهم من الساحل على فكرة ما في ولا يعني نسبة ضعيفة جدا من كرد القامشتي يكون بالجيش بيرتب ما كان فيه نهيا فكان القامشلي مصدر رزق كتير كبير لألون وكانوا يمنعوا أنه نوصل لمراكز مهمة فيها فلذلك العلوي اللي وقت كان يجي يحاول يفرط سلطته بخوف خوف المواطنين فأنا عندي كانت عندي محلات بيجي لعندي والله الفلان فلاني هيك حاكي عليك وأنا لفلفت الموضوع كزا ليجي ياخذ المصاري ورشوة مني فهي كان يتعاملوا مع السوريين بتشوف خلال سنتين ثلاثة كرد السوريين صاروا مليارديريين من من وراء أهل القامشلي رعبهم وتخويفهم طبعا في ناس اختفت نتيجة اتهامات باطلة لأنه والله كردي قيل كردستان أو كامشين معه نشرة كردية أو كتاب كردي فبيختفي هذا الشخص بإثناء نظام حافظ الأسد فبتشوفون أنه يجي وبيحكي بحرف القاف ليخوفك حتى كثير من 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 أخواننا من غير المناطق للأسف الشديد أنه هي كانوا يتباهها باللهجة العلوية للأسف بدي يحكي يعني بشكل طافي حتى يخوفوا الناس فيها فهي كانت فعلا بالنسبة لأنها مأسات حقيقية أنه يكونوا شريك الشخص حتى بلقمة عيشوا ترجمة نانسي قنقر